كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة لزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة تنمية المستدامة المستهدفة من الدولة هذا ويسهم المشروع في خفض نحو 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كما سيوفر عند اكتمال ما يقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية النظيفة التي يتم ضخها في الشبكة وبناء عليه يتم خفض النسبة من الوقود الأحفوري وتحديدا تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وأيضا خفض الانبعاثات السنوية بتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 8 مليار دولار بيتم ضخها بالكامل من خلال استثمار أجنبي مباشر من خلال المستثمر الصيني ويتم إنشاء المشروع وربطه بالشبكة الكهربائية المصرية في جنوب مصر في منطقة أسوان بحيث يتم ضخ الطاقة الكهربائية وتغذية الشبكة يأتي هذا في الحقيقة في إطار الحزمة التي تقدمها مصر لنهوض بمشروعات الطاقة المتجددة والتي تبلغ إجمال قدرتها المركبة أكثر من 6500 ميجاوات بتمثل حوالي 20% من الكهرباء المنتجة يوميا في منظومة الشبكة الكهربائية